موسيقى مرحبا بكم مشاهدين الكرام في جودة جديدة من كشك الصحافة نصلت وإياكم الضوء على أبرز ما تقوله الصحافة اليمنية والعربية من تطورات نبدأ من موقع الصحوانت نقرأ في عنوينه الرئيسية قوات الشرعية تسيطر على عدة مواقع في بيحان شبوى شأن السياسي مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة يبشر بتقدم في الحل السياسي نقل الموقع عن مجلة ألمانية وساطة ألمانية لحل الأزمة في اليمن سلميا من عنوين الموقع أيضا تفاصيل خبر مجزرة جديدة ارتكبتها الميليشيا في تاعز وفي حصيلة أولية يقول الموقع استشهد ستة مدنيين وأصيب آخرون في مجزرة جديدة ارتكبتها ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية بقصف الشارع 26 سبتمبر في مدينة تاعز قال مصدر الطبي في مستشفى الروضة إن القصف الذي تعرض له شارع 26 سبتمبر وسط المدينة والذي يزدحم بالمتسوقين أسفر عن استشهاد ستة مدنيين وإصابة 12 آخرين ذكر المصدر أن من بين الضحايا خمسة نساء خمس نساء حالة بعضهم خطرة وأن الحصيلة لا تزال أولية بعد تساقط قذائف على أحياء أخرى ووفقا لشهود العيان فقد هزت انفجارات عنيفة وسط مدينة تاعز عقب سقوط قذائف أطلقتها الميليشيا الإنقلابية من مواقعها شرقيا المدينة نتحول إلى موقع يمن مونيتر نستعرض في صفحته الرئيسية الرئيس هادي يكشف عن تنسيقات مع التحالف لدعم الجيش والمقاومة في تاعز الجانب السياسي ولد الشيخ في صنعاء لاستئناف جولة جديدة من المفاوضات بين الأطراف اليمنية عنوان الموقع أيضا متحدث الحوثيين العسكري يقول المعارك عادت إلى الحدود مع السعودية ركز الموقع في أحد أخباره على الوضع الأمني في عدن والانتشار الكثيف لقوات الأمن يقول الموقع قال شهود عيان إن قوات حكومية انتشرت في مدرية المنصورة بعد نحو أسبوع من البدء في تطبيق المرحلة الثانية من الخطة الأمنية لفرض الأمن والاستقرار في مدينة عدن وأوضح الشهود ليمن مونيتر أن انتشارا أمنيا مكثفا شهدته شوارع وأحياء مدرية المنصورة للجنود والدورات العسكرية واستلام القوات الحكومية لمبنى سلطة محلية في المدرية في حين أكد السكان انسحاب مسلحين يعتقد انتماؤهم لتنظيم القاعدة من مدرية المنصورة وأكدت مصادر خاصة ليمن مونيتر انسحاب مقاتلي القاعدة إلى محافظتي لحج وأبيان المجاورتين انتكسات وأخيارات يمنية قاسية كان هذا عنوان لمقال كتبه فتحي أبو النصر ونشره موقع يمن مونيتر وقال فيه تشهد اليمن تصفية حسابات سياسية وطائفية ضد كل من عبر عن روح ثورة فبراير الشبابية الشعبية السلمية التي انطلقت في 2011 وبعد خمس سنوات على الثورة لم يكن اليمنيون يتخيلون كل هذا الخراب لمجرد حلمه من نقيب المواطنة المتساوية والدولة العادلة فبينما كانت المرحلة الانتقالية مليئة بالعديد من الأسباب التي لا تدعو للتفاؤل وإنما للقلق والإحباط بعد كل التضحيات الجسام تحول الربيع اليمني إلى مجرد حرائق بسبب استبداد وتحجر النظام وشاهد أن أهم سؤال ناشب في اليمن اليوم هو كيف وصل الحال إلى مساع تقسيم المقسم وتجزئة المجسأ والاحتراب الأهلي واسع النطاق ثم إلى أين ستفضي باليمن تعقيدات هذا الصراع بمختلف تجاذباته المحلية والإقليمية والدولية كذلك تأتي الذكرى الخامسة للثورة اليمنية في ظلي تغييرات كبيرة على أكثر من صعيد أبرزها انقسام مركز القرار في البلد بعد سيطرة ميليشيا جماعة على السلطة في صنعاء بالقوة وبوعي ما قبل وطني أرعا أدخلنا في صراع الوكالة الإقليمي مع بدء انهيار العملية السياسية حتى تلاشيها وقيم تحالف عربي بقيادة السعودية لاستعادة شرعية الرئيس هادي الذي يقيم في عدن كعاصمة مؤقتة فضلا عن بروز مقاومة ضد الإنقلابيين وسيطرة إرهاب القاعدة وداعش على مساحات أوسع ننتقل إلى موقع نيوز يمن والذي نقل عن قائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء علي حميد القشيبي الجيش الوطني سوف يتبنى خيارات الشعب في كل الظروف والأحوال وعازمون على تحرير اليمن عنوان الموقع تدمير مخزن سلاح وألغام ومقتل وجرح العشرات من الحوثيين في تعز إلى شرق البلاد مقتل أربعة عشر حوثيا والمقاومة تستعيد مواقع استراتيجية في شبوة تناول الموقع تفاصيل المعارك التي شهدتها مدرية حريب وسيطرة الجيش والمقاومة عليها جاء في التفاصيل تمكن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من السيطرة على مدينة حريب جنوب شرق مأرب قال قيادي في الجيش الوطني إنهم تمكنوا من تحرير منطقة القلعة والحشفاء ومن تحرير إدارة أمن مدرية حريب بعد انطلاق عملية تحرير المدينة مساء السبت أضاف المصدر إن المواجهات لا تزال مستمرة وسط تقدم للجيش الوطني والمقاومة باتجاه مبنى الاتصالات إلى مصدر أونلاين نستعرض أبرز ما جاء فيه من أخبار طائرة التحالف تستأنف غاراتها على مواقع عسكرية في صنعاء بالتزام مع وصول المبعوث الأممي إلى الجوف الميليشيا تستهدف مبنى المجمع الحكومي في الجوف بقذائف صاروخية وإصابة أربعة من حراسة المحافظ إلى غرب البلاد ميليشيا الحوثي وقوات صالح تخاصر إحدى قرى الزرانيق في الحديدة تناول الموقع أيضا تفاصيل المعارك في الضالع وأيضا تفاصيل عن قصف الميليشيا للقرى جاء في الخبر قال سكان محليون إن مسلح جماعة الحوثي والقوات الموالية لصالح قصفوا قرية طفار في منطقة العود بمحافظة الضالع وذكر السكان لمصدر أونلاين أن القصف أدى إلى تدمير منزل وإصابة أحد المدنيين بجروح بليغة من جهة أخرى شن مقاومون هجوما على دورية للحوثيين في منطقة العذارب وأدى الهجوم إلى تدمير تدميرها وإلى مقتل من كانوا على متنها من المسلحين أضف الموقع في موريس تتجدد المعارك بين الحين والآخر بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة نقل موقع التغيير نت عن الرئاسة اليمنية القول الحوثيون يريدون وقف القصف الجوي وصالح يطالب بخروج آمن في جالب السياسي أيضا حكومة اليمن الشرعية ترفض ضغوطا غربي لتقديم تنازلات للحوثيين وصالح إلى جنوب البلاد اغتيال دبلوماسي سابق بمحافظة لحج اليمنية ركز الموقع على تفاصيل خبر وصول قيادات حوثية ومؤتمرية وعلى عودة أفراد عائلة مخلوع عبر طائرة عمانية إلى صنعاء يقول الموقع ذكرت إداعة مونت كارلو الدولية أن طائرة عمانية تابعة لسلاح الجوي السلطاني نقلت شخصيات سياسية موالية لحزب المؤتمر الشعبي وجماعة الحوثيين إلى مصقط نقلت عن مصادر السياسية أن الشخصيات التي ضمت القيادة في حزب المؤتمر يحيى دويد وأمين حزب الحق الموالي للحوثيين حسن زيد من المرجح أن تجري اتصالات خارجية مع قوى إقليمية ودولية كما ستحضر مؤتمرا لدعم سوريا في دمشق أضف الموقع وعاد على متن الطائرة السلطانية أفراد من عائلة صالح والقيدي البارز في جماعة الحوثي حسين العزي أنا مديون تحت هذا العنوان كتب محمد القحطاني مقالا عن أحد المقاومين في مدينة تاعز قبيل لفظ أنفاسه الأخيرة بأنه مديون وقال القحطاني أنا مديون صرخة شهيد قبيل ارتقاء روحي طاهرة للسماء معلنة ميلاد يوم جديد مع بارئها صرخة أعلنت معها إضافة ثكلة وأرملة ويتامة إلى رصيد ذلك الغاشم المجرد من كل قيم الإنسانية الذي لا يتورع عن إراقة الدماء إشباعا لشهوة حكم سيد كهف الظلام وانتقام زعيمه الظالم سفاك الدماء أنا مديون زلزلة عاتية معها يتجلى نقاء شهيد مقاوم استشهد مقبلا غير مدبر مدافعا عن أرضه ورغم مصارعته للموت إلى أن ذلك لم يمنعه من تذكر حقوق الآخرين للحظة يطغى فيها الألم على ما سواه فأطلقها قبيل احتضاره أنا مديون صدى للكرامة التي انتزعها من الشهيد لتصبح خاصته وله فيها حق التفرد وتركنا نبحث عنها في بقايا ذواتنا وإنسانيتنا المهترئة لنعود بخفي حنين جر أذيال الخيبة ناكسي الرؤوس ولا غرابة ففاقد شيء لا يعطيه نم قرير العين أيها الشهيد ومعك كل رسائل المغلوبين والمنكوبين والمشردين وجرح الحرب نم ودعي الساسة يقتاتون فتاة الآدمية والضمير نم يا عزيزي فنحن الأموات لا أنت نم وثق أن تعز ستظل شامخة شموخ جبال صبر عصية على الذل ورائدة الثورات وصانعة الرجال كيف لا وقد أرويتها بدمك الطاهر أيها الكريم نم وثق أن تسابح الأشرفية ستصدح دوما مبتهلة لا تركع إلا للواحد القهار لا بأس يا عزيزي سيزول كل هذا القبح وسنفرح حتما بانتصار يليق بتاعز نغتم جولة الصحافة اليمنية من موقع الموقع وجاء فيه المقاومة الشعبية في تاعز تنعي استشهاد أركان حرب اللواء 35 وتؤكد مضيها في عملية التحرير نقل الموقع عن مدير كهرباء عدد إذا لم تتدخل الحكومة بشكل عاجل لإنقاذ الموقف فسيكون هذا الصيف كارثيا عنوان الموقع أيضا ميليشيا الحوثي والمخلوع تطالب بضمانات للانسحاب من العبدية في مأرب باتجاه البيضاء إلى إب ركز الموقع على تفاصيل مصرع عدد من مقاتل الميليشيا خلال توجههم إلى تاعز بعد تعرضهم لغارة جوية ويقول الموقع أفادت مصادر مقربة من الميليشيا في مدرية المخادر شمال مدينة إب للموقع عن سقوط عدد من عناصر ميليشيا من أبناء المنطقة أثناء توجههم إلى محافظة تاعز المجاورة وأكدت المصادر أن عددا من من يطلق عليهم المتحوثون بينهم قيادات ميدانية قتلوا بقصف لطائرات التحالف أثناء توجههم كتعزيزات للميليشيا إلى محافظة تاعز تابعت قضية وفاة لأربعة أفراد من أسرة يمنية واحدة قالت الصحيفة نقلا عن إفادة الأمن الأردني بأن وفيات العائلة اليمنية ناجمة عن استنشاق الغاز كشفت إدارة الإعلام الأمني في مدرية الأمن العام أن التحقيقات الأولية في حادثة وفاة أربعة أشخاص من عائلة يمنية في عمان أفادت بأن سبب الوفيات استنشاق الغاز المسال داخل منزلهم قالت إدارة الإعلام الأمني في بيان قالت إن لجنة تحقيق خاصة تشكلت في مدرية الأمن لحادثة وفاة أربعة أشخاص من عائلة يمنية داخل منزلهم في منطقة اليسمين بعمان وتوصلت إلى أن الوفيات ناتجة عن إجباع الأجسام بمادة أول أكسيد الكربون وبنسب مرتفعة جدا والناتج عن استنشاق الغاز المسال أضف البيان أن بلاغا ورد إلى غرفة العمليات الرئيسية في مدرية شرطة جنوب عمان مساء السبت بإسعاف عائلة مكونة من سبعة أفراد من الجنسية اليمنية وخادمة من الجنسية الأثيوبية إلى المستشفى بحالات سيئة حيث فارق أربعة منهم الحياة ومزال الأربعة الآخرون قيد العلاج بحالة سيئة وتم تحويل المتوفين للطب الشرعي إلى صحيفة عكاظ السعودية التي عنونت في إحدى صفحاتها المملكة تؤكد زيارة حوثيين وإجراءهم محادثات في الرياض قالت الصحيفة السعودية فيما بدأ المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد مساعي مكوكية بين الحكومة الشرعية والمتمردين الحوثيين بوصوله إلى صنعاء أمس بعد لقائه الرئيس عبد الرب منصور هادي في الرياض أكد مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي أن مبعوثين حوثيين أجروا محادثات في الرياض مطلع الشهر الجاري أوضح أن المحادثات أصفرت عن خفض التوتر على الحدود السعودية اليمنية وعن مبادلة جندي سعودي بأسرح ثيين قال المعلمي سنظل نمد أيدينا ونفتح قلوبنا أمام إمكانية الحوار مع أي طرف وتأتي تلك التطورات بعد نجاحات التحالف العربي بقيادة السعودية في تدمير قدرات متمردي اليمن وفي استعادة المحافظات الجنوبية منهم وأيضا في فك الحصار عن تعز ودعم حملة قوية للقوات والمقاومة اليمنية للزحف صوب صنعاء ولإستردادها نقلت صحيفة الخليج عن محافظ عدن اللواء عدروس قاسم الزبيدي قوله مستمرون في تنفيذ الخطة الأمنية بوجه التنظيمات المتطرفة في مدينة المنصورة بشكل خاص وفي مناطق ومدريات عدن كافة بشكل عام وأنهم قطعوا شوطا كبيرا في تنفيذها بدعم من قوات التحالف العربي أضاف محافظ عدن أن بعض الأحزاب تدفع الجهات المتطرفة لتقويض خطة الأمن والاستقرار من خلال استغلال الأوضاع الراهنة والدفع باتجاه إثارة الفوضى وتنفيذ العمليات الإرهابية ولفت إلى تلقي العناصر الإرهابية دعما متواصلا خلال فترة الحرب ضد ميليشيات الحوثي وصالح أشار إلى أنه جاء وقت تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الأمنية بعد تنفيذ تلك العناصر جرائم وعمليات إرهابية أزعجت الكثير وآخرها كان جريمة دار المسنين وأكد مقتل وفرار وضبط عناصر إرهابية عدة يتم التحقيق معهم وعلى صعيد المتصل يتواصل تفعيل أقسام ومراكز الشرطة ويتم تحسين الأوضاع الأمنية في عدن ودشنت شرطة الممدارة شمالية عدن دشنت الانضباط والالتزام بالطبور الصباحي والزي الرسمي لأفراد الشرطة في خطوة سبق تفعيلها بعدد من أقسام ومراكز الشرطة في عدد من مناطق ومدريات محافظة عدن وشدد قائد الشرطة شرطة الممدارة العميد أحمد فضل اليافعي شدد على ضرورة التزام أفراد الشرطة بالانضباط وتحمل الصعوبات التي تواجههم خلال المرخلة الراهنة رغم الظروف الصعبة وشح الإمكانات وهو ما يتطلب عزيمة أكبر لتجاوز الصعوبات كافة ولتحقيق أمن واستقرار عننا مع حليف مثل أوباما لا تحتاج إلى أعداء تحت هذا العنوان كتب إلياس حرفوش مقالا في جريدة الحياة اللندرية وقال حرفوش أتخيل فلادمير بوتين جالسا في مكتبه بالكريملين يقرأ ترجمة لحديث باراك أوباما إلى مجلة The Atlantic سوف يصب بوتين بالذهل والسعادة في الوقت ذاته من هذه المواقف التي يطلقها رئيس أمريكي يودع القيادة تاركا وراءه إرثا من عدم الثقة كي لا نقول العداء من جانب الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة يضاف إلى المكاسب التي وفرتها سياساته للخصوم التقليديين وفي مقدمتهم روسيا في منطقة الشرق الأوسط وحول العالم لا يخفي الرئيس الروسي فرحه بوجود أوباما في البيت الأبيض كأنه هدية حصلت عليها روسيا في أصعب أوقاتها حيث لا يجرؤ أوباما على التدخل بتدخل بوتين ويفرض شروطه ثم يقطف الثمار يدعو الرئيس الأمريكي إلى إعادة النظر في السياسات التقليدية للمؤسسة الأمريكية التي كانت تقوم على كسب ثقة الحلفاء وإثارة الفزع بين الخصوم فيجدها بوتين فرصة للتدخل حيث يحتاج حلفاء روسيا إلى التدخل ولإثارة الفزع حيث لموسكو خصوم ينتقد أوباما في حديث التدخلات العسكرية يقول الرئيس الأمريكي مبررا سياساته إلقاء القنابل لمجرد إثبات أنك قادر على إلقاء القنابل هو أسوأ الأسباب لاستخدام القوة هذه هي الحجة التي بنى عليها أوباما انكفاءه عن كل ساحات المواجهة حيث كان يفترض أن يقف على رجليه كما يفعل رئيس دولة عظمى هذا الانكفاء هو الذي سمح لبوتين بإخراج روسيا من عقدة الانهيار التي أصابتها بعد تفكك الاتحاد السوفيتي ذلك التفكك الذي وصفه بوتين الذي كان ابنا مدلنا للعصر السوفيتي والاستخباراته بأنه أكبر كارثة جيوسيا سياسية في القرن العشرين من هذه القناعة انطلق بوتين يحاول إعادة المجد الروسي الغابر ما لم يكن ممكن في زمن جورج بوش أصبح متاحا في عهد أوباما صحيفة الاتحاد تابعت أيضا الأوضاع في مدينة عدن وعلقت عدن تنتصر على الإرهاب والتطرف تقول الاتحاد يؤمن شباب ومثقف عدن أن الأعمال الإرهابية من تفجيرات لسيارات مفخخة إلى زرع عبوة ناسفة إلى عمليات الاغتيال هي أفعال إرهابية ترتبط بقوى الإنقلابيين وتهدف لزعزعة أمن واستقرار مدينتهم التي وصفوها بمدينة السلم والتعايش والتاريخ والثقافة والفن قال عدد من أبناء عدن أيضا للاتحاد إن مدينتهم هي مدينة لا عنف تنبذ التطرف والإرهاب والعنف وإنها ومنذ الأزل لم ولن تكن بيئة حاضنة لتلك الجماعات الإرهابية التي استغلت الوضع الأمني عقب الحرب مؤكدين أنه سرعان ما ستقذف عدن تلك الجماعات الإرهابية عنوانت الصحيفة أيضا في موضوع آخر حمى الضنك تفتك بأهالي المكلة ووفقا لمدير مكتب الصحة العام في حضرموت رياض الجريري فإن الضنك حمى موسمية تظهر في حضرموت في شهر مارس وتنتهي في أغسطس غالبا بسبب ترهل خدمات الصحة البيئية وتوقف كثير من الورافق الخدمية عن عملها ولعدم وجود الدولة إلى صحيفة البيان علقت في إحدى موضوعاتها وزيرة الثقافة الأردنية تطالب بإلغاء وزارتها قالت وزيرة الثقافة الأردنية لا ضرورة لوجود وزارة للثقافة مطالبة بإلغائها تضيف الوزيرة أنا ضد وجود وزارة للثقافة ومع إلغائها كليا ذلك أن التعامل مع الوسط الثقافي شائك بالنظر للحساسية العالية لدى المثقفين تقول البيانة دأب المثقفون الأردنيون على المطالبة بإلغاء وزارة الثقافة كونها مؤسسة بيروقراطية لا تقدم شيئا لهم وحدث في السابق أن لا تشمل حقائب وزارية في الحكومة حقيبة وزارة الثقافة بهذا الخبر يكون ختام كشك الصحافة وألقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة الآن أترككم مع الكاريكاتور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر